بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب بيان شيء من أنواع السحر بعد أن ذكر السحر بيّن لك شيئا من أنواعه لتعلم أنه أنواع وتجتنبها الدليل الأول إلى الخامس قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلا حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنّة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ملعض هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحر العيافة زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل من التطير بالفعل والطرق يضربون على الرمل على سبيل السحر والكهانة الطيرة هي التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا زمانا كان أو مكانا رنة الشيطان أي وحي الشيطان هذا من وحي الشيطان وإملائه العض بمعنى القطع والتفريق ووجه إيرادها تحت باب السحر ليبين أن التفريق هو هدف كل من النمام والساحر والنمام يفسد أكثر من الساحر علم النجوم قسمان القسم الأول علم التأثير وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية وهو شرك أصغر إذا اعتقد أن النجوم سبب والله تعالى لم يجعلها سببا فلاطلاع على الغيب وشرك أكبر إذا اعتقد أن النجوم مؤثرة بذاتها وبيدها جلب المنافع ودفع المضار القسم الثاني علم التيسير وهو جائز أو واجب فجائز عندما يستدل بها على الأزمان والأماكن قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون أو واجب فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كمن يكون في صحراء أو في فلاه وأراد معرفة القبلة البيان الفصاحة التامة التي تسب العقول وتغير الأفكار وينقسم إلى ممدوح ومذموم فالممدوح المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل والمذموم المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل ما علاقة البيان بالسحر لأن البيان الباطل والسحر اشتركا في قلب الحقائق المسائل المسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت الثانية تفسير العيافة والطرق الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر علم التأثير الرابعة العقد مع النفث من ذلك الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك لأنها تفعل التفريق كالساحر السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة لأن البليغ قد يصرف أو يلهب الهمم التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة